اشتركوا في القناة وكذلك منفذ لإضافة منافذ أخرى مثل منفذ كابل الشبكة والشاشة من ناحية الشاشة فهي تأتي بحجم 12.5 إنش بدرجة وضوح QHD 2560x1440 تدعم اللمس وذات استجابة رائعة الشاشة من أبرز مميزات هذا الحاسب فهي ذات إضاءة عالية ودرجة وضوح عالية واستجابة لمس رائعة ولم أمواجه أي مشاكل معها لكن كون الحاسب لا يمكن استخدامه كحاسب لوحي فإن شاشة اللمس تعتبر ثانوية ولا تحقق فائدتها بشكل كامل كنت أتمنى أن الحاسب يمكن فتح شاشته 360 درجة من ناحية الأداء يأتي هذا الحاسب محمول بمعالج Intel Core M بسرعة 1.10 GHz هذا المعالج الذي لا يحتاج إلى مراوح تبريده ولا يصدر حرارة عالية ويقدم أداء رائع وقد قدم نقلة نوعية في تصنيع الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية كما أنه يقدم أداء رائع مع هذا الحاسب للاستخدام الخاص بالأعمال المكتبية والأعمال المتوسطة لكنه لن يقدم أداء لمنتجين الفيديو والرسومات العالية الدقة ويأتي الحاسب بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت وذاكرة داخلية من نوع SSD بحجم 256 جيجا بايت من ناحية البطارية فهي تعتبر من أبرز عيوب هذا الحاسب المحمول فهي غير قابلة للإزالة وعند استخدام المتوسط استمرت حتى 4 ساعات مع الإضاءة العالية للشاشة وأعتقد أن من أبرز العامة التي تضعف أداء بطارية هذا الحاسب هو الشاشة ذات الوضوح العالي ويحتوي الحاسب على النظام لحفظ الطاقة يمكن من مضاعفة مدة الاستخدام ولكن بأداء أقل أما من ناحية الصوت فالحاسب يحتوي على سماعات أمامية ذات أداء متوسط وبمعالج لإخفاء الإزعاج من ناحية الفأر ولوحة مفاتيح فإن لوحة مفاتيح تأتي بإضاءة خلفية درجة عالية ومنخفضة ويمكن إيقافها أيضا وأزرار كتابة كبيرة ومناسبة للتباعة وذات اختصارات واضحة أما من ناحية الفأر فهي تأتي بتقنية الفورس بات التي تمكنك من النقر من أي مكان وتدعم السحب بأصبعين وذات ملمس سجاجي النظام هذا الحاسب هو ويندوز 10 الغني عن التعريف بدون إضافات تذكر من شركة HP النظام جدا سلس وسريع ولا يعاني من أي مشاكل أو إيقافات غير متوقعة ويقدم تلجر ورائع للمستهدم بخصائص الجديدة مثل المساعد الشخصي كورتانا ومركز الإشعارات وعودة قائمة إبدا أبرز المميزات لهذا الحاسب يدعم الدخول بالبصمة وجودة التصنيع ووزن خفيف وأداء ممتاز أما من أبرز العيوب فهو لا يدعم دوران الشاشة 360 درجة وذو أداء بطارية ضعيف شكرا لمتابعتكم عالم التقنية في أمان الله شكرا للمشاهدة